لو في شغل في شركات تمويل المشروعات الصغيرة بتعطي قروض للناس ما الحكم لو اشتغلت فيها وهل صحيح الشغل فيها ام لا الشركات اللي بتعطي تمويل المشروعات الصغيرة ومتنائهة الصغر ما ينفعش تعمل ده الا بتصريح والتصريح ده بيكون تحت عنوان التمويل وليس تحت عنوان القروض يعني هي بتعطي تمويلات للمشروعات حتى لو تسمت قروض فهي ليست قروضا هي تمويلات والتمويل عبارة عن ايه ان حد بيدفع ماله لصاحب مشروع لكي يكون وكأنه مشارك له في هذا المشروع وليس هذا من قبيل الشركة ولكن اعطاه هذا المال ليدوره في صناعته او يدوره في ترجارته او يدوره او يديره في زراعته يبقى هو عمل ايه مول زراعته فبقى مشارك له في هذه الزراعة او مول صناعته فبقى مشارك له في التصنيع وتلاقم تلاتة او مول تجارته فهو مشارك في عملية البيع والشراء والربح فبقى الريع اللي بيجي من المشروع ده من حق الممول لانه اعطاه هذا المال ليس على سبيل الهبة لان على فكرة القرض من عقود التبرعات وليس من عقود المعاوضات لان الانسان بيدفع ماله قرضا وايه اللي حاصل وهو قد تبرع بدورة رأس المال وده ما حصلش فالذلك اللي بيمول المشروعات الصغيرة ومتناية الصغر ما قالش انه هو ببساطة بيمول ما قالش انه هو بيقرد الشخص ده يعني هو يعطيه المال ومش لا يريد ربح من خلفه لكن هو اعطاه هذا المال وحدد له الريع الذي سيحصل عليه اذا هذه المشروعات استمرت استمرت وفق القواعد الموضوعة لها يبقى اذا بما انه اخد منه دراسة جدوى وبما انه كمان بعد ما اخد منه دراسة جدوى نظر في المشروع ونظر في دراسة السوق لهذا المشروع مدام هو شاف منه ده فلو انه بيقرده مش من حق ان يطلب منه دراسة جدوى لكن بما انه اخد منه دراسة جدوى وشاف المشروع نفسه وبقى بيمول مشروع مش بيدله فلوس في يده لكي بدون مشروع لو ادي له فلوس بدون مشروع عن بص برضو والدهاله عشان يشتري سلعة ولا الدهاله عشان يعمل خدمة لكن ده الدهاله عشان يعمل مشروع فأصبح هذا من قبيل التمويل وليس من قبيل القرد طب وده معنى إيه؟ إن هذا النشاط مباح بالضوابط اللي بتوضع لكي لا يغرق الناس في الدين ولكي لا يتم استغلال احتياج الناس لتمويل المشروعات فيتم استغلال الناس فيه بطريقة قد تؤدي إلى أن الناس تركبوا بالديون وتفسد حياتهم الذي يعيشونها إذا كان الأمر كذلك يترتب عليه إن عمل الشخص ده في هذه الشركة هو ليس من باب التعاون على الإسم والعدوان بل ستكون تعاون على البر والتقوى لإني بلا شك أن الناس تعمل والمشروعات تكسر وتزيد وكل هذا ده نوع من أنواع التقوى تقوى بأننا أستثمر بمعنى أننا أشكر نعمة ربنا بأننا أزيد من خيرها والله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيد أنكم يبقى هذا من قبيل التعاون على البر والتقوى وليس التعاون على الإسم والعدوان وبما أن ذلك يبقى الشبهة اللي ممكن كانت جات إن أنا كده ده لو إنه قرض وإنه ربا يبقى أنا كده دخلت في الربا يبقى أنا يحصل لي الحرب من الله كل الكلام ده مش موجودين كل الكلام ده مش موجود في هذه المسألة المسألة أن عملك في الشركات التي تمول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لا يدخل في التعاون على الإسم والعدوان ولكنه هو نوع من أنواع الكسب الحلال نوع من أنواع الكسب الحلال الذي إذا أنت مارسته كنت ممارسا لعمل مباح ولم تكن قد وقعت في الحرمة وبهذا تكون لم يقع منك أي تعاون على الإسم والعدوان بل أنت سعيت في الأرض وأخذت بأسباب الرزق فربنا سبحانه تعالى من نعليك وعطاك هذا الرزق وبهذا يكون مالك حلالا هذا المال الحلال يجوز أن أنت تحج به يجوز أن أنت تتزوج به كل هذا المال مال حلال يجوز أن أنت تطعمه لأولادك ولما تطعمه لأولادك ما فيش بيع شبهة النواية كل جسد النبتة من سوحة فالنار وأولى بيع أبدا طب أنا بقول التفاصيل دي كده ليه لأن أنا حاسس أن الكلام عن المسألة دي ممكن يكون لمس شيء من الوسواس أو شيء من التشكك اللي موجود عند صاحب السؤال ده فعشان كده برد على جملة من الشبهات اللي ممكن تأتيه وتخليه يحس بأن المال ده حرام وأنه لو أنه استثمر هذا المال في حياته قد يفسد عليه حياته يا سادة إحنا لازم نحذر إن إحنا نسمع من كلام الناس ونسمع من فتاوى الناس لكن لازم نسمع الفتاوى اللي بينطبق عليها قوله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا نوع من أنواع التمويل وليس نوعا من أنواع القرض وبما إن هذا ليس نوعا من أنواع القرض فلا ينطبق عليه قاعدة كل قرض جرى نفعا فوربة هذا ليس من قبيل القرض ولكن من قبيل ماذا من قبيل التمويل وهو عقد جديد من فوق العقود الخمسة وعشرين التي جاءت في الفقه فذلك هو عقد صحيح وليس فيه أي نوع من أنواع شبه تقرب وعلى ذلك يجوز أن أنت تعمل فيه ويكون مالك حلالا ويجوز أن تطعم به أولادك ويجوز أن تسافر به إلى الحج ويجعل الله سبحانه وتعالى لك حياة سعيدة كريمة إن شاء الله